أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلمات ديار رشوان مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أكد رشوان أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة وستقوم بتقديم مرفعة شفاهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري أوضح رشوان أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري تشمل مذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني كذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وترض الفلسطينيين وترحيلهم وتهديرهم بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام